في الاهلي بمكافأة استثنائية حال الفوز بالدوري بأرقام قياسية النادي الاهلي يعني شايف انه خلاص بشكل او باخر كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة والموصلين عن ادارة الكورة في النادي الاهلي النادي الاهلي قابقى وصينة وادنى من تحقيق لقب بطولة الدوري وكل المعتب بتقول ان الاهلي خلاص في طريقه للقب رقم 40 في تاريخه طيب ازاي نكمل بقية اللقاءات بنفس الدوافع بنفس الحماس بنفس الرغبة الشديدة في الفوز بكل لقاء بعد ما البطولة قربت هنا بقى بييجي دور مدير الكورة الشاطر بيجي ادارة الكورة الشاطرة والوعية اللي بتحاول تجدد الدوافع عند لعبتها فهنا كابتن سيد عبدالحفيز اقترح انه يكون في مكافأة استثنائية لو الفرقة قدرت تخلص الدوري بأرقام قياسية يعني أرقام لم تحقق من قبل في تاريخ النادي الاهلي ودي يعني نقطة جيدة جدا وعامل من العامل المهمة جدا اللي بيه هتجدد الدوافع عند اللعيبة بتقول لهم يا جماعة والله لو حققتوا البطولة دي رقم 40 اللي هي في حد ذات هتبقى رقم قياسي للنادي الاهلي أمام كل فرق الدوري المصري الممتاز كمان بقى لو حققتوا بقى أرقام قياسية جوه مثلا أقوى هجوم أقوى تفاع عدد أهداف كبير عدد نقاط كبير لم تحقق من قبل يعني عدد نقاط لم يحقق من قبل هيبقى فيه مكافأة استثنائية لكم فبالتالي يبقى دوافع اللعيبة أكبر وأعلى طبعا أكيد دوافعهم أعلى وكبيرة عشان يحققوا اللقب بس ده يخليهم يقدوا اللقاءات اللي جاية بجدية أكتر ويحافظوا على تركيزهم حتى انتهاء مباريات ولقاءات الدولي المصري الممتاز في حاجة يحيي عليها كابتن سيد عبدالحفيز وقدرت الكرة بالنادي الأهلي